ودلوقتي بقى معادة الكونفرسيشن او المحادثة هنعمل محادثة انا وانت مع بعض انا هقرى اللاين اي وانت هتقرى اللاين بي وفتكر دايما انك انت مش بتقرى بهدف الاراية لا انت لازم تحس كل كلمة وكل جملة انت بتقولها علشان تستخدمها في التعبير عن مشاعرك او الحاجات اللي انت حسسها او عايز تعبر عنها يلا بينا موني الندع ويني زاور انجليش كلاس مهم مهم ذات اي بقى دورك انك انت تحاول تعمل كنفرسيشن شبهه الكنفرسيشن دي وتتدرب عليها مع نفسك او مع اي حد انت بتحب تتدرب معه لو متاح مع وقت ولو مش متاح مع وقت تقدر تتدرب عليها مع نفسك تبقى انت اللاين اي وبرضو انت تبقى اللاين بي ده بقى معادي الستوري بتاعت النهاردة الستوري بسيطة جدا خلينا نقولها وبعد ما نقول الستوري دي حاول انك انت تعمل استوري شبهها بتكلم فيها عن حياتك انت الخاصة يلا بينا الستوري اسمها A day in my life يعني يوم في حياتي A day in my life I'm a student I don't usually have much free time I have a lot of classes every day Today I have four classes English classes at six Math classes at six thirty History classes at seven And science classes at eight So I can have something to eat before science class Thank God تعال بقى نشرح الستوري دي مع بعض I'm a student I am a student دي معناها ان انا طالب I'm a student لو عايز اقول ان انا مش بعمل حاجة هقول I don't I don't usually have much free time يعني انا في العادي مش عندي وقت كتير او وقت فراغ كتير فfree time معناها وقت فراغ I have a lot of classes every day I have أنا عندي I have a lot of classes يعني classes او فصول كتيرة everyday today I have four today يعني النهاردة I have four English class is at four فلاحظ كده ان انا عايز اقول ان ال English class او حصة ال English النهاردة الساعة اربعة فاقلت English classes عشان هي حصة واحدة English class is at four math class is at four thirty يعني عايز اقول اربعة ونص او حاجة ونص اقول الرقم يعني مثلا من هذا او دي الساعة اربعة ونص فاقول four وبعد كرة thirty اللي هي يعني وثلاثين دي او نص فاربعة ونص history class اللي هو حصة التاريخ history class is at six and science class is at eight يعني حصة الساعة او العلوم is at eight يعني الساعة تمانية طيب فهنا انا عندي من six لحد eight عندي وقت فاضي يعني انا هخلص الساعة ستة او خلص الساعة سبعة history class وبعد كده الساعة تمانية هيبقى عندي الساعة فعندي حوالي ساعة so I can have something to eat I can have something to eat او something to eat بالشكل ده يعني ممكن اكل حاجة او يعني عندي وقت اكل حاجة before science class يعني قبل حصة الساعة طبعا دي حاجة حلوة جدا اننا عندي وقت ان انا اتنفس او اكل او اخذ وقت النفسي فاقولت thank god يعني الحمد لله